كابتن حمدة النهاردة كنت بقول الأخبار وانت أكيد بتسمع عنها طول الوقت إنه حمد فتحي وارد إنه يمشي من الأهلي وارد إنه حسين يمشي وارد إنه الشناوي حتى دلوقتي النهاردة قلت خبر مهم جداً إنه حسين عنده برضو عرض في السعودية والأرقام كبيرة هوا يا كابتن حمدة حتى أنا بقول الأرقام أنا عايز أقول إيه صيغة كده نلاقي دي داز بتكمل معنا دي الأهلي واللعبة دي الأهلي الدهة كتب طبعا دي مش حاجات أنا هباعة بس برضو الأرقام بقت مختلفة تماماً أنت لو بتتكلم هنا من 12 إلى 15 مليون ممكن تاخد هناك من 120 و140 مليون جنيه بالمصر يعني طبعا إزاي يحصل تعامل مع اللعبين ومع الأندية في الظروف السعودية أنا بش فيك على الأندية ومش فيك أيضاً على اللعبين هو لازم يختار بص الاحترافية باين أقوي في النادي الأهلي ولازم التعامل بقى كده نخرج العاطفة بره أيوة الحزبة النادي الأهلي نتكلم عن الحمد فاتح مثلا هل عندي اللي أنا أعوض عندي عندي دلوقتي يعني عندي مش أقولك يعني قوي ولكن عندك ممكن من الناشئين عندك المجموعة في المكان ده الرقم جيد لازم يمشي وكده الأهلي يفكر كده لكن ما بقاش عندي احتياج قوي جداً للعيب وما عنديش غيره وعقده لسه ساري هو مشي طب أسألت واحد زي عسيني الشحات أعقده خلص أعقده انتهى بص أنا أحب يعني الناس بيزعل مني أنا بحب التعامل باحترافي جداً احترافي من اللعيب والإضاءة والنادي النادي بيعرض واللعيب عنده عرض لازم اللعيب يحسبها بقى واللعيب دايماً يختار أحسن حاجة يعني أنا بحبش اللي قولك أنا مضيت على بياضي لا لا كلمة وحشة لا كلمة مش حقيقية أيوة بالضبط كده يعني ممكن تحصل مثلاً نص في الألف مثلاً جالي عرض كذا أنا هفاضل بقى ممكن مالياً يبهنك عالي ولكن هنا ممكن معنوياً وبطولات في حزبة تانية ومستقبل اه انت فاهم برضو اللي بيفضل في الأهلي بالضبط بكمل مميزات بعد كده بعد اللي اعتزائي فدي حزبة اللعيبة اللي بيحسبها أيوة اللي ايه بيحسب الحزبة وفي الحالتين مش غلط بس أنا بزعم من الناس اللي بتزعل مثلاً من فلان مجددش مع الأهلي خلاص يا ده احتراف ايوة كده اه بيحب يعني أنا لعبت للنادي الأهلي بيحب النادي الأهلي لكن لما بروح اشتغل في مكان تاني بحب المكان ده وبحب الأهلي لكن بخلص في مكاني وشغلي ومعنى لأنا روحت في المكان ده مش معنوياً لما بيتش بحب الأهلي لا لا دي ما لهاش لكن ففي لعب بيبقى عايش فترة طولة في النادي يعني أحمد فتحي برضو أنا زهيلت من بعض الناس اللي بتادي تهاجموا لما مشي أحمد فتح 12 سنة بكم بطولة بإخلاص ما بعد ما فيه بعد وإخلاص صح وفجاله عرض عالي قوي راح بعد نهاية عقدهم على الأهلي يعني مثلا ما كسرش العالي يعني دخل يعني ماشي من النادي الأهلي مع عدل 35 مسلا صحيح فيعني خلاص يعني شكراً يا أحمد ومرسي على الفترة اللي انت عدتها والبطولات وأدائك اللي فيه رجولة وفيه إخلاص للنادي الأهلي صح